تحدث رئيس الوزراء الجزائري أحمد يحيى في إطار حملة الانتخابات البلدية الجزائرية عن الدور القطري السلبي في بعض الدول العربية وأكد أن قطر صرفت 130 مليار دولار لتدمير وتخريب ليبيا وسوريا واليمن وقال أو يحيى خلال اجتماع شعبي بمدينة تيزي أوزو إن الجزائر كانت ضمن الدول المستهدفة وأن حملة الزيت والسكر التي أثيرت في الجزائر أن ذاك ليس فيها لا زيت ولا سكر بل كانت الجزائر ضمن الدول المستهدفة لولا حكمة مصالح الأمن التي تعاملت بحكمة مع الأمر وتمكنت من إخماده دون سقوط ضحايا وحذر رئيس الوزراء الجزائري والوزير الأول الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ويحيى في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية من انزلاق بلاده إلى ما هو حاصل في الجارة ليبيا مضيفا أن على الشعب الجزائري النظر إلى ليبيا حتى يعرف ما الذي أحدثته الفوضى في المنطقة